بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأن يحشرنا في زمرة خير الآنام محمد عليه الصلاة والسلام روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا فلما أتاه قال له أين تريد قال أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية قال له الملك هل لك عليه من نعمة تربها أي هل لك عليه من نعمة تحفظها تربها يعني تنميها تحفظها قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام المحبة في الله المحبة في الله هي شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء المحبة في الله مادة بقائها إحسان الظن وورقها التزاور وحسن المعاملة وثمرتها الجنة المحبة في السماء أبو حريرا قَلَّهَ سَعْتِسْفِي لِي يقول لك المحبة عليه الصلاة والسلام قال قَالَهُ سَعْتِسْفِرِ يريدو سبحانه وتعالى مرسلتك له هذا سبحانه وتعالى أخرج لها ودعت وقالت أثناء كنت أريد أن أريد أن أرحد إلى أن أريد فررى جنريًا لأجب أن أردت مع محباً في هذا المدلع. أعطيك من أجل لدى أنه أخبرك للعبارة لكي تريده لكي تريده ايضاً؟ وكي تريده لكي تريده لكي تريده لكي تريده لكي يريده للعبارة لكي تريده. l'an أبيه يقول المنزل لماذا يقول النهاز يقول لقد فقط أموين لقد أموين يقول لقد أموين يقول أموين يقول يقول هناك الكثير مرة الاحتفادة في أحدث في الوطب الغيابات في الناس في الناس في الناس في الدهظ. وما تتعيد على ايومبي كبيراً؟ وأن تتعيد علىelly أكثر على أشخاص في الناس في الناس في الناس في الناس في الناس. فلن تجد ان تشارل سوف تحذب together فقط ًٍا لا جزاغة أكثر معلولة لي. فلن ترى لي为什么 تحذب تهظب ولكنك هناك أزالياً معلومة في الألخاء لا، أيها الأحباب الكرام المحبة في الله ليست لغرض معين ليست لغرض كمال أو منصب أو جاه أو مكانة ولا تتزعزع هذه المحبة لأنها ليست قائمة على مصلحة بحيث إذا زالت المصلحة تزول المحبة المحبة في الله هي قائمة وثمرتها تراها في الدنيا قبل الآخرة وهذا الحديث يبين كيف أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الأخ سيزور أخا له في قرية أخرى فحتى يبين لنا فضلا هذا العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الملك وانظروا إلى هذا الجواب الذي كان من القلب لما سأله الملك أين تريد أين أنت ذاهب كان بوسعه فقط يقول إني ذاهب إلى هذه القرية لكن لفرحه وشوقه لرؤية أخيه لأنه يحب أن يرى أخبره بأنه يريد أخا له في هذه القرية فالمحبة في الله ثوابها في الدنيا وفي الآخرة ثمرتها في الدنيا وفي الآخرة وإذا أحبك الله أحبك جبريل عليه السلام وأحبك أهل السماء وثم يوضع لك القبول في الأرض بحيث يحبك الناس جميعا وفي حديث لمعاري بن جبل رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وهذا حديث قدسي وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِي وَلْمُتَجَالِسِينَ فِي وَلْمُتَزَاوِرِينَ فِي وَلْمُتَبَادِينَ فِي Les frères, les sœurs je voudrais attirer votre attention sur un petit détail qui est dans le hadith quand cet ange a demandé à cet homme où vas-tu où aller partir il aurait pu lui dire tout simplement je vais aller dans ce village je vais continuer mon chemin ou ma destination juste dans ce village mais tellement que la réponse sort du cœur et qu'il a envie et qu'il se réjouit d'aller voir son frère dans le village il lui a dit il lui a informé tout de suite qu'il allait rendre visite à un frère à lui et l'amour si Allah t'aime si Allah t'aime jibri jibri va t'aimer et les gens du ciel vont t'aimer après on posera l'affection sur terre à un point que tout le monde va t'aimer d'après Mouad bin Jabel un des compagnons qu'Allah soit satisfait de lui il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a dit c'est un hadith quodou c'est un hadith divin il dit mon affection est due à ceux qui s'aiment en moi à ceux qui se visitent les uns les autres en moi à ceux qui se qui s'entraident en moi à ceux qui se réunissent en moi l'amour l'amour de quelqu'un en Allah c'est quelque chose d'énorme et c'est considéré parmi les les oeuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala Dieu aime cet acte c'est parce que il y a de la sincérité dans cet acte c'est parce que cette cette amitié ou cet amour n'est pas basé sur un intérêt personnel avec la disparition de ce avec la disparition de cet intérêt ben l'amour va rester ne va pas bouger ne va pas diminuer pas comme certains qui s'aiment entre eux juste pour un intérêt personnel et dès que l'affaire est résolue ou bien déclarer disparaît par la suite dis par la suite de l'affaire قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يوم القيامة ينادي أين المتحابون بجلاله اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه المحبة في الله مش حاجة سهلة الجنة سلعة الله الغالية في هذا الزمان قلت المحبة في الله لأنكثرت المصالح بين الناس الأمور من الله سبحانه وتعالى البروفيس صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى je les couvre aujourd'hui avec mon ombre والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة يقول الله عز وجل في الحديث القدسي المتحابون فيه لهم نابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء هذا لا يعني أن المتحابين في الله هم أفضل من الأنبياء والشهداء بل هذه فقط مزية وإلا فالأنبياء والشهداء منازلهم أكبر من منازلهم ومزاياهم أكثر من مزايا المتحابين في الله لكن هذا يبين مدى فضل محبة في الله أيضا لكننا نعلم بشكل جيد من الله سبحانه وتعالى للمشاهدين من الله سنوان الناس والمارترين هم أفضل 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 فلذلك أيها الأحباب الكرام المحبة في الله شيء لا بد من الاستثمار فيه بحيث إنك إذا أحببت أحدا فقط أحبه في الله فأسفل أفضل 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 ويكونوا يعطون ومع بسارة أفضل 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 za اللَّه سبحانه وتعالى إنك أفضل أفضل في أفضل 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 مع الناس لا يحبون الناس لأنهم لديهم تلك و تلك لكن احبون الناس لك الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب والكرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المحبة فيه وأن يكرمنا بمثل هذه الأعمال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه يا ربي يا كريم وأنت في عليائفة ونحن بين يديه يا ربي تقبل منا أعمالنا الصالحة اللهم يا ربنا تقبل منا هذا الصيام والقيام اللهم لا تردنا خائبين اللهم تقبل منا دعواتنا اللهم يا ربنا اجعلنا في هذا الشهر الكريم ممن قبلت منه دعاءه وصيامه وقيامه وتقبلت منه أعماله الصالحة اللهم وفقنا لكل خير اللهم وفقنا لكل خير يا ربي بارك لنا فيما بقي من رمضان ووفقنا لقيام ليلة القدر يا رب العالمين اللهم يا ربنا اجعلنا من العتقاء الذين تعتقهم كل ليلة في هذا الشهر الكريم اللهم يا كريم يا غفور يا رحيم عاملنا بما أنت أهل الله ولا تعاملنا بما نحن أهل الله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا ربي كل من أحبنا فيك فيا ربي وسع عليه في رزقه وبارك له فيما رزقته وزده من فضلك الواسع وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين سواء الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ويتقبل منا صالح عمالنا يا ربي أعن على فعل الخيرات وترك المنكرات وزقنا حب المساكين اللهم يا ربنا نحن موتانا في هذا المقام ورحمنا علمنا ورحمنا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وبالإجابة جديد وصل اللهم وسلم وبارك أنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونزوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته